مرحبا بكم مشاهدينا كل أسبوع كيكون حدث طوب وآخر فلوب في هذه الحلقة الحدث الإيجابي لغنتك المعليه هو تطور شراكة المغرب وإسبانيا تطور كي يجف سياق من التشاور والاحترام والثقة المتبادلة وكتعكس الاتفاقات والمواقف المعلن عنها خلال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا مواقف واضحة وقوية واتفاقات كتشمل التعاون في مجالات واسعة من ضمنها إدارة الهجرة والتعاون الأمني وإدارة حماية الموارد المائية والمناخ وتنمية الفلاحة والصحة الريباط ومدريد بعثتها بوصول طائرة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والوفد المرافق لهذا الأسبوع إلى المملكة وبالإعلان المشترك لتوج أشغال الاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا رسالة قوية للعالم رسالة مفادها أن المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية هي مرحلة الآفاق الواعدة والتعاون الفعال تعاون لا تهزه رياح بل يعززه الموقف الإسباني الواضح بشأن قضية الصحراء المغربية موقف داعم لمبادرة الحكم الذاتي وكي يعتبرها الأساس الجدي والأكثر واقعية ومصداقية لحل نزاع الإقليم المفتعل المغرب وإسبانيا كي قدموا بفضل إرادة الملك محمد السادس والعاهل فليبي السادس نموذج جد مشرق لثمار حصل الجوار في ظل عالم تطبعه الصراعات أما الفلوب فهو ارتفاع أسعار اللحوم كيلود الحم وصلم يد درهم متجاوزها في بعض الأسواق المغربية الأمر لكيشكل عبع على المواطنين وكيلهب جيوبهم في أمن الأسر جاءت لتقليل كميات المقتنات من هذه المادة التي تعتبر مكون رئيسي على موائد المغاربة فيما في أخرى صبت جم غضبها على الباع والمهنيين وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي قال في تصريحات صحفية سابقة بل ارتفاع أسعار اللحوم على الصعيد الوطني راجع للجفاف اللي عرفاته بلادنا وزير ارتفاع أسعار أعلاف الماشية نتيجة الغلاء العالمي وفي دل استمرار الزيادات ناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس كشف باللي هاد الأخيرة قررت إعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة لتفية معتبرا أن هاد الأمر غيمكن السوق الوطنية من تزويد بالأبقار الموجهة للدبح وغيأثر إيجابا على الأسعار حلقتنا انتهت شكرا على المتابعة إلى الملتق اشتركوا في القناة